موسيقى مراكز الضبط والاحتجاز والإصلاحيات التي أنشئت بموجة بقرار جمهوري رقم 48 لسنة 1981 تعد الركيزة الأساسية التي من خلالها تصان الحقوق وتحقق العدالة لكن ذلك تغير في زمن الميليشيا الإنقلابية التي عقدت صفقات مع قتلة ومجرمين مقابل أن يكونوا شركاء في حربها التي أدارتها في ربوع هذا الوطن ترجمة نانسي قنقر تعد الإصلاحية المركزية في مدينة تعز أكبر مؤسسة عقابية وتأهيلية تصل طاقتها الاستيعابية إلى ما يقارب ثلاثة آلاف سجين في مختلف أقسام الحجز والاعتقال إضافة إلى سجن النساء وسجناء الأمراض النفسية والعصبية والأهم من ذلك امتلاكها لبنية تحتية وتأهيلية كبيرة كالورش والمعامل والتجهيزات الفنية والإدارية الإصلاحية المركزية أيضا كانت تمثل دار ليست دار لحكز السجن فقط ولكنها كانت مؤسسة تعليمية تدريبية تأهيلية يعني تهتم بنزلائها وتحاول أن تعيدهم إلى الطريق السوين أقسام السجن المتهمين ألاف وباء القتلة الشريعة الاحتياط قسم المتهمين الاحتياط قسم النساء قسم الأحداث الإصلاحية المركزية لديها بنية كبيرة جدا كانت لديها بنية في مجال التدريب والتأهيل عبارة عن ورش نجارة ورش حياكة معامل الخياطة وتطريز مصانع بولوك أشياء كثيرة اعتبرت ميليشيا الإنقلاب هذه المؤسسة منذ الوهلة الأولى لاجتياحها المسلح لمدينة تعز هدفا استراتيجيا لا بد من السيطرة عليه حالها كحال كل الإصلاحيات والسجون في مختلف المحافظات التي اجتاحتها مسبقا مدركة مدى أهمية المخزون البشري الذي يتوافر خلف قطبانها والاستفادة منه في رفض جبهاتها القتالية واستكمال عملية انقلابها المشؤوم الميليشيا هي تعتمد في تكوينها على خريجين السجول ومرتكبية القرآن ولذلك هي تحرص عند السيطرة على أي مدينة أن تسيطر على السجول وتخرج السجناء من أجل تجنيدهم في ميليشياتها في بداية 2015 كان الحوضاء أول نجول المتعز وسيطرتهم على مناطق البرباش والمحيط المقاور كانوا يقوم بأثر أشخاص بأخذ أشخاص حقيقة هم من أصحابهم وفرض على مدينة السجن السابق العقل محمد نام بإدخالاً لداخل السجن كانوا يقوم بعملية توقيه داخل السجناء هذه معلومة موثقة مؤكدة من السجناء السابقين الذين كانوا لداخل السجن وهم كانوا يقوم بعملية تحريض كبيرة للسجناء داخل وتوقيههم على المذهب الذي يقوم به على أساس أنهم يكسبوا كونستين كان بداخل أكثر من 1890 كانوا يقوم بإخراقهم وإستخدامهم كما قاموا بإخراق السجناء في محافظات التي كانت على سيطرتهم استغلوا السجن هذا أول شيء بحثاً عن مقرمين ليضموهم إلى صفوفهم فلن يجدوا سواء كان السجن هو الحاضن للمقرمين والقتلة والناس الذين ليس لديهم ضمائر حية يستخدمهم ضد هذه المدينة وهدفهم هو الأساس هو إخلاق الفوضاء وهو ما كان هدفهم هو إخلاق إخراج المساجين بقصد ضياع قوايا الناس وحقوقهم وانتشار الفوضاء لأنه كان في هذه الإصلاحية ما يقارب الألف سجين ليس قليل فهذا الكمل الهائل من السجناء يعني إذا خرقوا كان باعتقد أنهم يعني سيعثون في الأرض فساداً داخل المدينة وهذا ما أعتقد أنه يعني كانوا يرمون إليه في الثلاثين من يونيو عام 2015 كانت الإصلاحية المركزية في تعز على موعد مع توغل ميليشيا صالح والحوثي بشكل مباشر بعدما أخفقت في محاولاتها السابقة واستطاعت هذه المرة الدخول إلى أماكن الحجز والاعتقال في مختلف الأقسام وقامت بتهريب ما يقارب ألفاً ومائتي سجين رفدت بالعدد الأكبر منهم جبهات القتال فيما نقلت آخرين إلى سجونها ومعتقلاتها في كل من إب وذمار وصعدة لتهيئتهم لمهمات كبرى تهدف بمجملها إلى إرساء قواعد فوضى أمنية عارمة على جبهات القتال تم اقتحام الحوثة من أماكن هذه محمين بقبل والهان قبل الحان أبدل أماكن القبل تم نزول الحوثة من داخله ومترسين بقبل أماكن تم اقتحام السجين دخل من البوابة ومن الأسوار من جميع الأماكن تم دخولهم تم فتح السجل للسجنة ويخرج جميع السجنة من داخل السجل أقاو واحد قيادين مع الحوثة تمو أدحوه ملقى بالدحوه كان عنده واحد من أولاده هنا محبوس أقاو معه مجموعة من أصحاب حضران وصحاب المناطق المتحوثين أقاو استخرقوا أصحاب حضران عنده محابس داخل طبعا وصحاب ودحوه عنده محابس داخل وعنده ابنهم وعنده أصحابهم يشتوا يفكوا استيقن على أساس يخرقوهم أقاو طلبوا المفاتيح من الخدمات وفتحوا السلاح وهددوا الخدمة إلا أنهم لم يتمكنوا من أخذ المفاتيح ولم أعطانهم المفتاح وإنما فتحوا بالقوة قوة السلاح بعدما اشتباكت ثلاث ساعات حصلت اشتباكت بينهم وتقدم الأفراد المقاومة حاولوا فرار السجنة لكيفرهم من قبل بين السجنة البعض منهم والمضرعة حقهم سبقت وأصوبوا من أفراد الأمن العام بطلقة نارية وطيبوا وحادثت شهاد لأهل الأفراد وانتهى بفك السجن رغم حاول دفاعهم حول على السجن إلا أنهم فكل الحوثة السجن ولهذا السجنة بالفراد مكان عائق كبير أمام الأجهزة الأمنية السابقة الذي كانت تقوم بضبط هذه العناصر معظمهم قادم على الحوثيين لا يتواجدونه في المدينة فروا هاربين ومعظمهم كان عنهم قضاء عداء حقا أحكام عداء ومن الصعب أن يتواجدون في ظل الشرعية إذا تواجدوا في ظل الشرعية فمصرهم السجن أخذوا مساجين على الكبير من ضمنهم موجودين معهم مؤهلين في إيب لحد الآن والمعلومات تؤكد أنهم في سجن بيئب موجودين في سجن المركزي بيئب ويأهلوا منهم ويخرجهم ويستخدموا استخدام شخصية لتنفيذ مقاربهم وأهدافهم لم تكتفي الميليشيا بعملية تهريب السجناء وإطلاق سراحهم بل ذهبت لإيعاز عناصرها إخفاء كل أثر يدل على إدانتهم فباشرت على الفور بإحراق الإرشيف العام للسجن بكل ما فيه من ملفات للقضايا والمستندات والوثائق معرضة بذلك حقوق وأصول قضايا المظلومين للنسف والضياع بشكل كلي أحرقوا الإرشيف بأجهزته بمعداته كان هنا إرشيف وقاء وفقاء كان هناك إرشيف منظم من سابق لعقض قضايا الناس وملفاتهم ومنظم من قيد مع الحرب قاءت فقاء ودخلوا السن فقاء عبثوا ما عبثوا أحرقوا ما أحرقوا بقصد ضياع حقوق الناس وحقوق المساقين وحقوق أيضا أصحاب القضايا وهما كانت طلبه الحوثي أصلا هو أنتشرف هو ودحق الله ذلك كان الهدف منه أنه لا نجد أي وثائق بأسمع هؤلاء النزلاء وبالتالي تنتهي مسألة متابعتهم وتعقبهم ولكن الحمد لله أن الأجزاء الأمنية كان لديها نسخة أكترونية موثقة لهذه الملفات هدف آخر ذهبت إليه ميليشيا صالح والحوثي من خلال سيطرتها على الإصلاحية المركزية تمثل بتحويل كل مرافقها ومساحاتها الشاسعة إلى ثكونات عسكرية وإدارة عملياتها القتالية في كل من جبهة الضباب وحدائق الصالح غربا إضافة إلى شن هجماتها شرقا نحو عمق المدينة والأهم هنا أنها استطاعت التحكم بالمدخل الجنوبي الغربي للمدينة الذي يربطها بمدينة عدن فكانت أول نقطة للحصار من هذا المربع بالتحديد استماتت في السيطرة على هذه المنطقة بسبب وجود الطريق الرابط بين عدن ومدينة عز أمام الإصلاحية المركزية مباشرة ولأنها كانت تريد أن تحاصر المدينة وتخنق سكانها وتمنع وصول الغذاء والدواء والماء إليهم فقد حاولت بكل الإمكانيات أن تسيطر على هذه المنطقة وبالتالي السيطرة على الإصلاحية المركزية لأن هذا يعتبر كان خط إمداد وغض التعز فأستغلهم التضييق والحصار على مدينة التعز من هذا الموقع الاستراتيجي فمسكوا هنا بالسجن لأنه يعتبر المؤسسة التي كان هنا اللي كان أول مؤسسة تعتبر هنا أول مؤسسة بمدخل تعز فكان من ضمن الموقع الاستراتيجي النوم اتخذي كخناق ليشددوا الحصار على المدنيين والناس العايشين داخل مدينة التعز من هنا بدأوا قلسنا شهور نشرب من الماء المالح الضباب مقطوع خط الضباب خط التربة بعد سيطرة فرد المقاومة على قبل هان تم فتح خط التربة الضباب هذا وعودت المياه إلى مقاريها وكانت نشرب ما مالح تسعة أشهر كاملة هي المدة الفعلية التي تمركزت فيها ميليشيا الإنقلاب في الإصلاحية المركزية في تعز مارست فيها عمليات سطو منظمة لكل مقدرات بناها التحتية من تجهيزات فنية ومعانل وورش ومخازن وآلات ومعدات تقدر بمئات ملايين الريالات تم نهب جميع امتلاكات السجن من مولدات كهربائية من امتلاكات عامة من كمبيترات من حتى الفرشان عزاك الله ما زل في عيداهم من خزانات مياه جميع امتلاكات المياه يبقوا أي شيء يميل داخل الشجن هذا تم تدميره تدمير تام عام شامل عمليات السلب والنهب قامت منهم وقامت من بعض النزلاء الذين ساعدهم على الهرب بهدف اخفاء كل معالم تعقبهم واسمائهم حتى انهم عندما لم يستطعوا ان يحملوا شيئا ما قاموا بتحطيمه وتكسيره حتى علب المفاتيخ الكهربائية كسرواها بالحجارة والادوات الحديدية هناك حقد غريب وعقيم من هذه الميليشيات على المؤسسة حتى مولدات الكهرباء الأسلاك الأسلاك تم نخعوه وبيعوه كنحاس حتى في معانا ورشة فنية ورشة فنية هي تكلف مليارات من مناجر حشب تم سرقه ونهبه من قبل هذه الميليشيات باعب الأسواق بأدفه الأثمان نهبو العيادة المختبرات نهبو كل ما يخدم السقين نهبو المعمل معمل الخياطة ومعمل النقارة ومعمل الذي كان يعمل فيه داء المساقين يعني تم نهبو بشكل كامل ولن يبقوا سواء القدران المدمرة أما بالنسبة للمباني تم تدمير المباني هدم المباني منتبه تمر بتشوف هنا مبنى يضرب مطبخ دمر مبنى محزن دمرت مباني دمرت تدمير تام شامل ممكن أن تجاهد موسيقى 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 ضاق الناس ذرعا بممارسة الميليشيا التي قطعت أمامهم السبل وحاربتهم في مأكلهم ومشربهم ودوائهم فكان يوم العشرين من مارس عام الفين وستة عشر بمثابة الخلاص الفعلي من غطرسة تلك الميليشيا بعدما دارت عملية عسكرية خاطفة تكللت بتحرير المصلحة والمناطق المجاورة لها إلا أن التركة التي خلفتها هنا كانت ثقيلة جدا على مختلف الأصعدة استخدموا كثكونة عسكرية كونه منطقة مدنية محضورة من ضرب الطيران يعني يمنع للطيران فاستغلوا هذه هم فكانوا يستغلوا المناطق المحضورة من الضرب لكي الطيران لا يستطيع إضرابه كونه مؤسسة مدنية فهم استحوليه إلى مؤسسة عسكرية وحوليه إلى ثكن عسكرية ليقوموا من خلاله بالتعزيز بالمكان المقر لهم كونهم ليس لديهم مقر لأنهم أتوا من خارج تأز وليس لديهم مقر سواء المقرات التي كانت تستخدم لمؤسسة حكومية ومؤسسة دولة فهم استغلوا هذه المناصب كونه لكي يجدوا في ذلك ملاذ آمين كان معهم موقعين اللي هم مدفعية ثقيلة موقع داخل الجامعة موقع داخل السجل المركزي والموقع الثالث اللي هو بالأخير يشتغل اللي هو قبل هان يقصف للمدينة يقصف للمسراخ يقصف لتسقينة يقصف لصبر من نفس الموقع هذا حتى الأغرات أدود يقصف من نفس الموقع برنامجهم تشارف الله برنامجهم إقلاق السكينة برنامجهم الرعب وهو ما تحق لهم ذلك بإخراج المساقين من مزقنهم بقزن تشارف الله أحدثت تلك الأعمال الميليشياوية التي مورست في الإصلاحية المركزية جرحاً عميقاً في ظهر المنظومة الأمنية في مدينة تعز والتي لا زالت تعاني منه حتى اليوم فضلاً عن وطيرة الاغتيالات المدفوعة والموجهة التي يشنها الفارون من وجه العدالة بحق خصومهم على مستوى كل الأطراف نعاني من نفس عملية التهريف بعد قبل أعضاء نيابات للمشاركة في العمل في الوقت الراهن بسبب أنه كانوا متخوفين أقول لك أدمي نحققت معه وبنفس الوقت يهرب من السيقن يعني يتوقع منه أدم مقريم يرتكب علينا القريم يتوقع منه أنه يرتكب أي قريمة سواء بحق الرجل الضبط القضايا الذي قام بضبطه بعد ارتكاب القريمة أو سواء من جهات القضايا التي قامت بمقاضاته والتحقق معه بنفس المقال أوليئة دم يعني كودة أوليئة دم أوصل المتهم إلى السيقن وكونا في مرحلة مواقهة وفي منتظرين الحكم وفجأة يطير المتهم من السيقن فما مصيره؟ يعني قد كان المتهم في القفص خرج من السيقن بفعل فاعل فعل تلك الأحداث الذي كان لغزبنا انتشار فوضى في تعز وما عليهم للأساء ينتظرون مصيرهم إلى حين القفع المتهم الثاني وهذا صعب في ظل الظروف هذه هي لا تهتم بحقوق الناس ولا تهتم بمآلات الناس ولا تهتم بهذه الأمور كلها لو أن هذا الذي تقول يعني يثير اهتمامها لما دمرت اليمن بشكل كامل من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى قلبه هذا التفكير لا أعتقد أنه يعني يعني تتسم به العقلية الميليشية تبعات كارثية على الصعيد الأمني والقضائي والاجتماعي خلفتها الميليشية الإنقلابية جراء هذه العملية في مدينة تعز وأغلب من كانوا خلف القضبان أصبحوا اليوم قيادات فاعلة في صفوف الميليشية الإنقلابية بعضهم زاد إجرامهم إلى الضعف والواقع خير شاهد على ذلك ترجمة نانسي قنقر